ومن حديثنا مع بعض أنت يعني واضع تسع مبادئ حول موضوع طبيعة الكتاب المقدس وكيفية تفسيره ده صحيح فاحنا دلوقتي منتكلم عن المبدأ الأول المبدأ الأول المبدأ الأول في حاجة مهمة في المبدأ الأول يا خنزر أنه الكتاب المقدس ليس قاصرا على فئة معينة لمتاح للجميع يعني ما عندناش هيئة العلماء أو الفتاوى ليه لأنه كلمة ودي واحدة برضو من أسس الإصلاح أنه ما فيش الكهنوت اللي يمتلك سلط التفسير لكنه متاح الطبع دلوقتي ومطبوعه متاح للكل ومع إتاحة للجميع هناك مسؤولية على كل واحد أكيد طالما أنا أعطيت هذه النعمة أني يكون عندي أكسس لكلمة الله يبقى أنا كمان مسؤول أني أفهم أقرأها أفهمها وأدرسها فالمبدأ الأول هو الكتاب المقدس يفسر الكتاب المقدس يعني أنت ذكرتني في كلمات الرسول بولوس لما اتكلم مع قصوص أفسوس في أعمال 20 كان موجود قريب يعني على المنطقة حوالي 45 كيلو ميليتوس فبقول يعني خبرتكم بكل أيوة بكل مشورة الله صح يعني مخلاش إشي ناقص علمهم كل إشي بس لبستغرب له أنه في نفس الحديث بولوس الرسول عم بيحكي لمن لخدام خدام الكلمة ومنكم أنتم أيوة سيكون ذئاب خاطفة يعني ريو خرج ذئاب خاطفة ومش رح تشفق على الرعية واو عشان كده يا خنزار ده تحذير أنه أنا مسؤول أن أنا أفحص التعليم بسمعه أو دلوقتي السوشيال ميديا التعليم صلطة صلطة صحيح في واحد صديق الأخ عزت دايما يقول بص يا أمال في كباب وفي بقدونس عارف الكباب على البقدونس في مصر قل لك التعليم ده كله بقدونس مفهوش كباب فده صحيح يعني عشان كده أنا مسؤول أن أفحص الكلمة وأفحص الكتاب والكتاب بيفسر نفسه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة